السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم أيها السابقون أصلا الله عز وجل أن اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم آمين ما زلنا نتكلم عن السابقين وعن عروو الهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي البذل والعطاء والتضحية وقدي الإنسان ما ينفعش يعيش على هامش الحياة وأنه لازم يكون لك دور بناء في بناء المجتمع وفي بناء الأمم وفي بناء الإيمان في قلوب الناس صلى الله عز وجل أن نجعلنا عاولا للناس على طاعة الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فتعالوا نكمل موضوع علوة الهمة وآخر درسين أو دلاتة أظن نهض الحلقة لخم تلاتة عشر فآخر درس أظن إحنا تكلمنا عن علوة همة النساء آخر درسين تلاتة يعني والنهاردة إن شاء الله سنختم النمازج علوة الهمة بعلوة همة الشيوخ الناس الكبار عشان برضو ما يجيش يقول لا خلاص أنا الكلام ده مش لي أنا فاجل لعدية ستين سنة أنا دلاتة على المعاش لا إحنا عايزين نقولك معاش اللي يزعالك ده إحنا عايزين إن شاء الله أن أنت تبذل جهد لحد آخر لحظة في حياتك ده فيه ناس من الصحابة ما بدأوش يبذلوا ما بدأوش يبذلوا ده إلا بعد الستين سنة لأنه ما أسلمش إلا بعد الستين سنة فبدأ يبذل ويقدم بعد الستين سنة فده وقت خصب جدا لتقديم البذل والتضحية لخدمة هذا الدين العظيم ودايما بقول الشايب ليس هو شايب الرأس وإنما هو شايب الهمم ممكن تلاقي شاب صغير عنده عشرين سنة وهمته شايبة ليس عنده أي أمل ولا أي طموح وعايز يعود يأكل ويشرب وكتير وقوي يعني ياخد حتة شهادة وحتة وظيفة ورضا يتجوز لوحدة وخلف عائلين ويموت فيدخل الدنيا ويخرج منها ما يعرفش وجه الدنيا ليه ولا خرج منها ليه ولا قدم إيه ولا أي حاجة زي اللي بيلة جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين إيه يعني سبحانه الملك لا ده إحنا عايزين نعرف إن لنا هدف إحنا جينا الدنيا دي نختبر ونمتحن ونبذل ونقدم ونغرس عشان نجني هناك وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدهم هي دي الوظيفة اللي انت جيت من إجلاه انت تعبد ربنا وتعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى ووحش أهو أهو في حقنا جماعة أن تبقى الجبال بتسبح والأرض تسبح والسماوات تسبح والكون يسبح وابقى أنا غافل عن طاعة ربي سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون معقولة الثعباني الأحسن منه العصفوري بأفضل مني معقولة يعني الجماعة دي بأحسن منه فبإزاي يعني ولكن تكرمنا بني آدم فربنا برفك يا رب العالمين ليس الشايبه هو شايبه الرأس وإنما الشايبه شايبه الهمم تلاقي واحد كبير جدا في السن عنده 70-80 سنة وعنده همه أحسن من مليون شاب وتلاقي شاب صغير عنده 20 سنة ومعندهش أي شيء من الهمة ولا عنده أي طموح ولا أي حاجة هو عايشه بس تعالوا ندي أمثلة جميلة جدا وابدأ المثل مش هبدأه من أمتنا هبدأه من أمة بني إسرائيل لكن الذي حكى هو سيد ولد آدم متصدر عليه صلى الله عليه وسلم حديث روال حاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل يوما ضيفا على رجل أعرابي فأكرمه هذا الرجل أكرم النبع السلام والنبع السلام تعرفين ما كانش يترك أي حد يعمله أي جميل أو أي معروف إلا ما لازم يرد له المعروف أضعافا مضعافا صلى الله عليه وسلم فقال تعالى غدا يا أعربي حتى نكرمك فجاءه الأعربي في اليوم التالي فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أعادوا الصحابة حواليه فقال سل يا أعربي ما شئ أطلب اللي أنت عايزه قال أسألك ناقة نتبلغ عليها ويحلبها أهله كل اللي عايزه وإنك حتة ناقة يا سبحان الله بأنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويوم ما تطلب تطلب جمل ناقة هو دا اللي أنت طلبته دا أنت قدام النبي سيد ولدي آدم طب قل له ادعيلي أن ندخل الجنة قل له ادعيلي أن أكون معك في الجنة قل له ادعيلي أن أنا ما تعذبش في القبر ادعيلي بحسن خاتمة اطلب من الله بأي حاجة تكون عاولة لك على حياتك وعلى آخرتك فأن العصام غضب زعل جدا جدا فقال سبحان الله هل لا فعلتم خب بالك شو بقى كلامنا شو في الزوقيات العالية اللي عايزة يتعلم الزوق ومش من الغرب ومش شرق من النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش هل لا فعلت عشان ما يحرجوش قال هل لا فعلتم مثل ما فعلت عجوز وبني إسرائيل فالصحابة استغربوا قالوا وما فعلت عجوز وبني إسرائيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هحكي لكم بقى الحديث على صورة قصة لو قلت لكم ألفاظ الحديث ممكن مسألة تهنوا عاكم هحكي لكم قصة القصة باختصار إن سيدنا يوسف عليه السلام لما اقترب موته رح منادي على أخوه بن يمين نادي على أخوه مين بن يمين ودي اللي بقى يحكيها إن شاء الله مع قصة الأنبياء فقال له يا بن يمين إذا أنا ميته ودفنته هنا فإذا ما خرجت من مصر فأخرج جسدي ونتعرفين جسدي الأنبياء لا يفنى ولا يبلغ فقال له فأخرج جسدي وتفني في الأرض المقدسة قبالة فجي بن يمين فضل عايش في مصر مخرجش فلما جيه عندي موته رح مكلم بني إسرائيل قال لهم لقد أوصاني يوسف بأنني إذا ما خرجت من مصر أن أخرج جسده وأدفنه في الأرض المقدسة فإن لو مت أنا كمان وما خرجتش من مصر وكده فأنتوا وإنتوا خارجين أي حد فيك هارج من مصر يبقى يحفر آدي جسد يوسف في المكان دوت عليه السلام فإبقى يحفروا وطلعوا الجسد واتفنوه في الأرض المقدسة وتمر الأيام وفي يوم من الأيام جاء سيدنا موسى عليه السلام ودخل على فرعون وذكره بالله وأمره أن يعبد الله عز وجل وافعل وافعل ففرعون صار على موسى عليه السلام وجري وراء سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين وخد الجيش بتاعه وعايزين إيه يقتلوا سيدنا موسى ويقتلوا من معه من المؤمنين فبعض الناس أخذوا سيدنا موسى عليه السلام عشان يدلوه على الطريق إلى البحر اللي هي قصة بقى وصولوا للبحر وضربوا البحر بعصار فانفلق فكان كل فرقم كالطوض العظيم الكصة اللي أنت عارفينها فهم مشين تاهوا هما بيهربوا من فرعون تاهوا فسأل موسى عليه السلام أحد علماء بني إسرائيل بيسألوا إيه السبب أن احنا تهنى في الطريق قال له لقد أمرنا بني يمين يعني أمر أجدادنا بقى أمرهم إذا خرجنا من هذه الأرض أن نخرج جسد موسى عليه السلام لندفلنا في الأرض المقدسة فمشنقد أن نخرج من غير عشان جيدا احنا تهنى فقال له طب ومن يعلم أين جسد يوسف عليه السلام قال له عجوز بني إسرائيل عيفته الكصة كنت ازاي فعجوز بني إسرائيل رح وبعت الله تعالي انت عارفة أين جسد يوسف عليه السلام قالت أجل فقال لها موسى عليه السلام دليني على مكان جسد يوسف عليه السلام قالت لا حتى تعطيني حكم ركزوا مع 여보세요 قصة الجميلة دي حتى تعطيني حكم قال لها وما حكمك ايه اللي انت عايزيها قالت أن أكون معك في الجنة سيدنا موسى يعني كأنه إيه استقتر عليها يعني أنت تكوني معايا في الجنة لمجرب بس تشورين على القبر بس فأنا سكت قالت له هو ده حكم مش عايز غير كده شوف هميتها وصلت لحد فين فموسى عليه السلام وقف ساكت ما أقدرش أحكم لها بالجنة لأن ده مش بتاعنا ده بتاعة ربنا سبحانه وتعالى ده أمر هو فأوحى الله إليه يا موسى أعطيها حكمها يلا هي معك في الجنة فأعطاها حكمها قال أنت معي في الجنة أين جسد يوسف قالت فين ده ذير بحيرة أنضبوا البحيرة بحيرة ظهرت كده مليئة مياه قالت نشوف الماء دي فبدأوا يزيحوا الماء دي قالت احتفروا فاحتفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام فلما أخرجوه أضاءة الدنيا كأنها في ضوء النهار الحديث كما قلت رواه الحاكم وصحاب الشيخ الألباني المحمد رحمة الله ساعة في السلسلة الصحيحة فأخرجوا جسد يوسف عليه السلام فعرفوا الطريقة بعد ذلك الشاهد في الموضوع النبي عليه السلام بيقول له أنت جاي النهاردة لخاتم الأنبياء لسيد ولدي آدم صلى الله عليه السلام ويجاي تقول له بيقول لك قطه بل أنت عايز تقول له عايز ناقة جمل طب ده عجوز بني إسرائيل لما قالوا لها بس شاولي بس على جسد يوسف موجود فياني حتة قالت مش هديك المكان ولا هقول لك على المكان إلا لما تعطيهني حكم ما حكمك أن أكون معك في الجنة فكانت مع موسى عليه السلام في جنة الرحمن بمجرد أنها أشارت إليه أو أشارت له على المكان الذي فيه جسد يوسف عليه السلام ده كان بس البداية اللي احنا عايزين نبدأ منها عشان نقول أن شوف الهمة عاملة إزاي امرأة عجوز وتكون مثلا لكل إنسان كبير في السن أو كل امرأة كبيرة في السن أن لما تطلبي تطلبي حاجة عالية ما جيش بقى حتى في أمر الدين أو الدنيا نفسك في حاجة في أمر الدنيا نفسي يا رب توسع على ولادي وترزقهم كده كل واحد شاء أو الطير اطلبي إن كل واحد من ولادك يكون عنده فيلا يكون عنده قصر يكون عنده لو عايز اطلبي أنت تطلبي من الملك سبحانه وتعالى الذي لها تم فات خزائنه تعالي نشوف مثل تاني جميل جدا جدا لكل واحد كبير في السن عشان تكون همته عالية بفضل الله سبحانه وتعالى احنا تكلمنا عن عروب وهمة الشباب علو وهمة الصبيان علو وهمة النساء والنهاردة بنتكلم عن علو وهمة الشيوخ عشان نبقى شملنا علو وهمة في المجتمع كله بكل طواقفه وأنواعه بفضل الله سبحانه وتعالى كان في واحد اسمه عبدالله ابن عمر ابن حرام ده مين عبدالله ابن عمر ابن حرام ده والد جابر ابن عبدالله تعرفين جابر بن عبدالله صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ابوه اسمه عبدالله ابن عمر ابن حرام عبدالله ابن عمر ابن حرام كان يعني ايه اه ما زال على الشرك وعلى الكفر لحد ما سنه وصل للستين سنة وعدت ستين سنة في يوم الأيام وهو يعني ربنا قد ضل له أسباب الهداية فأسلم بفضل الله سبحانه وتعالى المهم بعدما أسلم عايز يبذل نفسه وروحه في سبيل الله عبدالله ابن عمر ابن حرام عنده كم ولد؟ عنده تسع بنات وجابر ابن عبدالله ايه بعشر تسع بنات قدي صغيرين ايه الدليل عنهم صغيرين؟ ان اكبر واحد عنده جابر جابر كان عنده كم سنة؟ كان عنده 14 سنة ونص ياه انه لسه ما كملش 15 طب 14 سنة ونص يعني طب ايه الدليل ايه اللي عرفك انه عنده 14 سنة ونص لانه هو لما عرض نفسه في غزة احد رفضاه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل اقل من 15 سنة وكان هو سنه عد لله 14 سنة في الوقت ده فقلنا 14 سنة ونص خبالة فأبوه اللي هو عبدالله ابن عمر ابن حرام لو انت ما كانه هتقول ايه اللي اجاهد مين راح اموت نفسي اصيبت تسع بنات ومال مين يربيهم ومين يأكلهم ومين يشربهم لا انا عرض كده اجاهد بقى مع بنات دولة اربيهم واكلهم واشربهم واجوزهم وبعد كده بقى يعني ايه بقى عملنا اللي علينا هو عايز يبذل روحه من اول لحظة اسلام فيها فراح عرض نفسه على النبي على السلام فين هو يخرج ويجاهد في سبيل الله وراح جايب جابر ابنه قال له يا جابر اني ما تركت احدا اعز واحب الى قلبي منك خب بالك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما سبتش حد في الدنيا دي اغلى عندي منك الا النبي بس بعد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم انت اغلى واحد عندي واني قد طرقت علي دينا وتركت تسع بنات فاوصيك بيديني ان تقضيها عني واوصيك باخواتك اخيها انا بوصيك يا ابني تاخد بالك من اخواتك دول بنات صغيرين وكده وطرعهم وحفظ عليهم وبوصيك ان انت تحاول ان انت تسد الديم بتاعي فاني ما اراني خب بالك بقى احساسه فاني ما اراني الا انني ساكون مع اول من يقتل في يوم واحد وده اللي حصل بالفعل عبدالله ابن عمر ابن الحرام كان من اول من قتل في غزبة واحد خب بالك بقى مين بقى اللي حزين وتعبان جابر بن عبدالله حزين ليه ابوه مات اتقتل هو فرحان اللي مات شهيد لكن في نفس الوقت جابر بن عبدالله معه 14 سنة ونص هيتحمل مسؤولية تسع بنات يأكلهم ويشربهم ويجوزهم طب ما هو كمان عايز يتجوز يعني معنا كده ان هو مش هتجوز طبام دي حاجة الحاجة التانية ان هو كمان عايز يضط بالعلم وعايز يصحب النبع السلام يعني الدنيا معه بالبلد كده الدنيا بالنسبانه بقت لونها قاتل لانه مش عايش يعمل ايه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبشرها الحديث روى مسلم فعند دفن عبدالله ابن عمر ابن حرام صاحب بنته بنته صوتت صرخت فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه او لا تبكيه فما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفعته الى السماء الدنيا يا الله فسبح الله الله شوف الامام النووي رحمه الله رحمه الله رحمه الله ترسعه بيقول ايه بيقول يعني ان مثل هادا لا يحزن عليه ان تبكيه او لا تبكيه لا يحزن عليه ازاي زكاة الملائكة رفعته باجنحتها الى السماء الدنيا في الواقع الثاني بقى عند التلميذ وهو ده الشاهد في الموضوع كله عند التلميذ يتسانة صحيح انه مع السلام حبي يواسي سيدنا جابر ويدخر عليه السعادة فقال اتدري يا جابر ما صنع الله عز جل بابيك كنت الله ورسوله اعلم قال الله يا جابر ما كلم الله احدا من البشر الا من وراء حجاب الا اباك فان الله قد كلمه كفاحا كفاحا يعني ما غير حجاب طبعا الكلام ده ممكن يكون بعد الموت قبل الموت لا فمزاي قد كلمه كفاحا وقال عبدي تمنى علي اطلب لانت عايزه طب انت لو ما كان سيدنا عبدالله تقول طالما ربنا بيقول اتمنى عليها اتمنى يا ربي توسع لابن جابر عشان اتجوز وكده وبناتي بقى يعني اتسطرهم واحدة تتجوز مهندس وتانى تتجوز دكتور وتالت تتجوز زابط شرطة عشان يبقى لنا ظهر يعني المم ايه يعني البناتي يتضبطوا يعني ابدا ما طلب شيء من امور الدنيا وانما قال اتمنى ان ارد الى الدنيا شوفوا الهم يا جماعة شوفوا الهمة ابقنا امهاتنا اتمنى ان ارد الى الدنيا مرة اخرى فاقتل فيك ثانية اتقتل من اجلك مرة تانية فقال جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون قال يا ربي فاخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين كتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزكون لكان مثل عظيم جدا لعلو الهمة لعبدالله ابن عمر بن حرام رضي الله عنه احنا مضى معانا من كم حلق قصة عمر بن الجموح الذي كان اعرج شديدا عرج وقال يا رسول الله الان قاتلتم فقتلتم اقطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن قال اجل فدخل فقاتل فقتل في يوم احب برضو فمر عليه نبي صلى الله عليه وسلم وقال لك امي بك يا عمر الان تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سريمة تعالي شوف مثال ثالث سيدنا حكيم بن حزام حكيم بن حزام كان صديق للنبي في الجهلية قبل الاسلام ولما بعث النبي على السلام ظن كثير من الناس ان حكيم بن حزام ده يكون اول من يسلم بكل اسف تأخر حكيم بن حزام ولم يسلم الا بعد 21 سنة من البعث اسلم امتى في عام الفتح وذهب الى النبي على السلام وقال يا رسول الله يعني شوف بقى السؤال الجميل قال يا رسول الله يعني اغفر الله لي ما قد مضى انا بقالي 21 سنة في عذوتك بقالي 21 سنة بعيد عن الاسلام قال يا حكيم اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجرة تجب ما قبلها وان الحج يجب ما قبله فقال حكيم اشهدك يا رسول الله اني ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك وما انفقت نفقة في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك يا الله الحكيم ابن الحزام عاش حياته كلها بعد كده لله سبحانه تعالى حتى انه بعد موت النبي عليه السلام مات النبيه وراد عنه بعد موت النبي عليه السلام راح يحج ثلاث مرات وربعات في المرة الاولى اخذ معه مئة بعير ميت جمل ونحرها مئة ناقة ونحرها في ارض الحرم ونحرها في يوم عرفة واطعم بها فقراء الحرم ده اول مرة المرة التانية اخذ معه ميت شاة ميت شاة اه الف شاة ونحرها واطعم بها فقراء الحرم في المرة التالتة اخذ معه مئة عبد وجعل فيه رقابين الخواتيب مكتوب عليها عتقاء الرحمن ووصل في يوم عرفة وبكى وقال اللهم اني اشهدك اني قد اعتقتهم من اجلك وانت اولى بالمسامحة فاعتق رقابتي من نار جهنم يا الله وبعد كده راح اشترا دار الندوة فاكدين دار الندوة اللي كانت بتدبر فيها المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فراح اشتراها وقالت اليه فلما قالت اليه دار الندوة كورس يعني دي باعها بعد ذلك بمئة الف وتصدق بها جميعا في سبيل الله فقال لا احد الصحابة بعت مكرمة كريش يا حكيم قال يا ابني ذهبت المكارم كلها ولم يبقى الا تقوى الله اشهدك اني قد بعتها وقد انفقت ما اخذته من ثمنها قد انفقت في سبيل الله لاشتالي بها دارا في جنة الرحمن جل وعلا ونام حكيم على فراش الموت وهو يبكي ويقول اخشاك ربي واحبك اخشاك ربي واحبك اخشاك ربي واحبك ومات وهو يردد كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الهمة العالية اللي بمجرد ما اسلم بذل حياته كلها لله وما ضيعش لحظة ابدا في غير طاعة الله سبحانه وتعالى تعالوا شك في سالة تاني جميل جدا اكيد انت فكرين ابو ايوب الانصاري ابو ايوب الانصاري اللي استقبل النبع السلام لما هاجر من مكة الى المدينة وعاش النبي في بيت ابو ايوب الانصاري سبع شهور يأكل واشرب في بيت ابو ايوب الانصاري رد الله عن رضاه ابو ايوب الانصاري الان بلغ من العمر فوق التمانين سنة فوق التمانين سنة يعني خلاص يعني تعبان جدا وكبر في السن ورغم ذلك لما سمع ان الصحابة بعض الصحابة وبعض التابعين طلعين لفتح الكسطنطينية قال لهم انا معكم طب يا أبو أيوب دا انت ما تداش تمشي قال لهم احملوني فوق الدبة فحملوا فوق الدبة فلما وصلوا إلى الكسطنطينية قال ضربوا الفرس وتوغلوا به في صفوف الروم حتى أصل إلى أسوار الكسطنطينية وادفنونه هناك تحت أسوار الكسطنطينية وبالفعل دكت أمية أبو أيوب الأنصاري فضلوا دخلوا به وتوغلوا به في أرض العدو حتى وصل إلى هناك وقتل هناك أبو أيوب الأنصاري أو مات هناك على اختلاف الرويات ودفنوه تحت أسوار الكسطنطنية وما زال قبر أبي أيوب الأنصاري حتى يومنا هذا معروف عند أسوار الكسطنطنية اللي يستنبول في هذا الزمن أبو أيوب الأنصاري بدل حياة كلها لله سبحانه وتعالى حتى آخر لحظة وعنده 80 سنة يتمنى أن يدفن تحت أسوار الكسطنطنين موسى بن نصير رحمه الله رحمة وسعة فتح بلاد الأندلس وبلاد المغرب الأقصى وهو شيخ كبير وهو شيخ كبير موسى بن نصير رحمه الله رحمة وسعة أبو عثمان النهدي أنا أديكم أمثلة كده بسيطة سريعة كده عشان الهمم تعلق أبو عثمان النهدي عاش كم سنة يا جماعة عاش 130 سنة أدرك الجاهدية والإسلام يقول أتت علي 130 عاما ما من شيء في جسد إلا وأنكرته عناية ما بيتش هي عناية لك انت وشيبها الزمان رجليا مش هي رجليا أدية مش هي أدية جسمه كله تعب خلاص قال ما من شيء إلا وقد أنكرته إلا همتي وأنا عندي 130 سنة همتي زي همتي الشاب اللي عنده 19 سنة ده مين أبو عثمان النهدي شهد معركة اليرموك والقادسية وتستر ونهى ونت وأزرب الجام أبو عثمان النهدي حج ستين مرة ما بين حجة وعمرة ولم يتأخر أبدا عن بيت الله الحرام ولم يتأخر عن أي طاعة لأبو عثمان النهدي أبو أصحف السبيعي 93 سنة عشها كلها في طاعة الله كان يختم القرآن لحد آخر عمره كان يختم القرآن مرة كل ثلاثة يام كل ثلاثة يام وكان يصل لقيام الليل يعني بنصف المصحف على الأقل حتى أنه في آخر أيام وعنده ثلاثة سنة جماعة ثلاثة سنة ويقول إن لله وإن الله راجعون ضاعة الهمم والله ما أستطيع أن يصلي الآن في ركعتين قيام الليل إلا بالبقر وآله عمران إن لله وإن الله راجعون يعني الحياة راح يتمنى أن همته تضيع بالمنظر ده يصلي بالبقر وآله عمران يعني فخذ ذلك كان عنده همم عالية جدا جدا في طاعة ربنا الإمام الطبري رحمه الله رحمة الوسعة الإمام المفسر العالم الكبير جمع تلاميذه قال لهم هل لكم من همة في تفسير القرآن قالوا أجل هايكتبوا هو يملي هم يكتبوا يعني طب في كم تكتب التفسير قال لهم يعني في حوالي 30 ألف صفحة قالوا لا هذا مما تفجأ منه الأعمار هلنحل يكتب 30 ألف صفحة فقال إن لله وإن الله يرجعون ضاعة الهمم خلاص يكتبوا في 3 ألف صفحة فرحمة مليهم التفسير في 3 ألف صفحة بعدها بشوية قال لهم هل لكم إلى كتابة التاريخ هنكتب التاريخ فقال لهم يعني في حدود برضو 30 ألف صفحة قالوا هذا مما تفجأ منه الأعمار قال إن لله وإن الله يرجعون ضاعة الهمم خلاص يكتبوا في 3 ألف صفحة فكتب التاريخ الإسلامي في 3 ألف صفحة في يوم الأيام كان يعني يتفسح مع تلاميذه فقفز قفز عالية هو كبير جدا في السن من على صفحة عالية قالوا يا إمام ماذا تصنع قال تلك جوارح حفظناها في الشباب في طاعة الله فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر بفضل الله والأمثل عظيمة جدا ولنا في العصر الحديث بقى همم مشيخنا الأفاضر رحمة الله عليهم أجمعين شيخ ابن باز رحمه الله رحمة الله وسعى اللي كان يجلس كل يوم بعد صلاة الفجر 3 ساعات ونص يشرح 3 كتب التلاميذ نفسهم اللي كان قاعدين على قديم يقولوا والله ما كناش قادم نتحمل بنقوم نتوضى ونرجع ونتوضى ونرجع وهو ما زال جالسا رحمه الله رحمة وسعى يخلص 3 ساعات ونص شرحه بعد كده يخدهم يفطروا معاه وبعد كده يروح للشغل بتاعه يخش يسلم على كل الموظفين ويستقبل المكالمات من كل أنحاء العالم ويفتن ناس ويرد على الأسئلة ويخاطب المسلمين في كل أنحاء العالم ويثبت المجاهدين هنا وهناك رحمه الله رحمة وسعى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة وسعى ظل يعطي الدروس حتى آخر لحظة في عمره لدارة أنه كان في الحرم وموصلينه المحليل وجالس جوه وموصلينه مكروفون يعطي الدروس رحمه الله رحمة وسعى والشيخ الألباني حد آخر لحظة في حياته وهو يصنف في كتب الحديث ويصحح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقح تلك الأحاديث رحمه الله رحمة وسعى وأذكر وأختم بمثال بسيط جدا أيضا من عصرين الحالي عشان نشوف علوه همة المشايخ الكبار وبني أحفظهم باري فيهم مرة ممارات كنا في مسجد فلقيت رجل عنده يعني حوالي 80 سنة فجالس بقوله السلام عليكم ورحمة الله بركاته إخواني وحبيبي أخوكم في الله فلاني فلاني عندي أبلغ من العمر 8 سنوات فالناس ضحكت فقال بتتحقوا على إيه مستغربين أنا فعلا عندي 8 سنوات قال لهم إزاي قال لهم أنا عندي في الحياة 80 سنة لكني لم ألتزم ولم أذق طعم الطاعة والدعوة إلى الله إلا منذ 8 سنوات فأنا بعتبر عمري اللي فد كل عمري لا أتشرف به ولا أتشرف إلا بالـ 8 سنوات دولة فقط اللي دعوت فيهم إلى الله سبحانه وتعالى فدي كانت نمازك بسيطة جدا يا جماعة من همم الشيوخ بنقول لأبقنا الكبار وبشيخنا الكبار بقولوا يا طرح هتكون فيهمة مين عبد الله بن عمر بن حرام ولا عمر بن الجموح ولا حكيم بن حزام ولا أبو أيو الأنصاري ولا موسى بن نصير ولا أبو عثمان النهدي ولا أبو الصحاق الصبيع ولا إمام الطبري ولا الشيخ بن باز والشيخ بن عثمين والشيخ الألباني ولا هتكون فيهمة مين أسأل الله عز وجل أن جمعنا وإياكم لائما على الخير وأن يبارك في أعماركم من بكرة إن شاء الله نتكلم عن نوبة في كده علو الهمة في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونختم دروس علو الهمة بعلو الهمة في محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الجنة والوصول إليها أسأل الله عز وجل أن نجمعنا وإياكم على الطاعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر